وفي ميسان أيضا أكد قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد الزبيدي أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بفرض الأمن والنظام في عموم المحافظة الزبيدي أعلن إصدار توجيهات إلى القاطعات الأمنية كافة بضرورة احترام المواطنين خلال عمليات الدهم والتفتيج مشيرا لأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي ضابط يحصل خرق أمني ضمن قاطع مسؤوليته